عالي السوداني أهلا بك معنا في نشرتنا الإخبارية يعني قرار من وزارة الإسكان بهدم مسرح الرشيد ما هي الأسباب تفضل أول شي مساء الخير عليك ومساء الخير على مشاهدي قناة الرشيد يعني للأسف هي تسمى وزارة الأسكان والتعمير وزارة الأسكان والتعمير اليوم تريد تهد بناء أو إزالة مسرح كبير مسرح من أكبر المسارح بالشرق الأوسط مدعية أنه الأرض تابعة إليها أي نعم هي الأرض كانت تابعة إليها لكنه عندنا قرار من مجلس قيادة الثورة المنحل اللي لا يزال الدولة العراقية تعمل به هذه الوثيقة تقول أنه هذه الأرض التابعة إلى وزارة الأسكان يعني تكون إلى دائرة السينما والمسرح في فوق السابق تسمى مصلحة السينما والمسرح لإنشاء دائرة المصلحة العامة ومشروع مسرحي يعني أصلا هناك موافقة بالتسعة وسبعين من التسعة وسبعين لحد الألفين واثنين هل تعتقد أنه كانت الدولة ممكن تشيد أبنية بدون موافقات رسمية؟ بالعكس كانت لدينا سندات وموافقات لكنه الدمار اللي حل في الدائرة ما بعد ألفين وثلاثة حيث تعرضت إلى حرق وخراب واستمر هذا الخراب من ألفين وثلاثة حتى ألفين وعشرين المكان كان عبارة عن مكب نفايات المكان كان خرب غير صالح للحياة جاء بجهود دائرة السينما والمسرح بجهود العاملين والموظفين بتمويل ذاتي إعمار دائرة السينما والمسرح وإعمار مسرح الرشيد لم يكلف الوزارة والحكومة العراقية ولا دينارا واحد وإنما جهود استثنائية من كل الأقسام وكل الموظفين دائرة السينما والمسرح وإضافة إلى الخيرين من بعض الجهات يعني دكتور من كانت خريبة مثل ما ذكرت ما حد قلبها هسه من صارت حلوة زيها تبعينهم أبدا نعم أبدا 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 43 سنة أستاذ نعم دكتور هناك من يتحدث بأن الهدف يعني من تلك الإجراءات تغيير اسم المسرح كيف ترى ذلك؟ مسرح الرشيد؟ نعم بما معنى أنه لازم نذهب الآن إلى أن نغير اسم شارع الرشيد أيضا اللي هو آيقونة العراق آيقونة بغداد لنا علاقة بما يقدمه المنجز هو أصلا المسرح اسمه المسرح العامة للسينما والمسرح قاعة مسرح الرشيد هو مو اسمه مسرح الرشيد لكنه صار اسم متعارف عليه مسرح الرشيد مسرح الرشيد الآن هو دوائر وأبنية وشوارع باسم الرشيد لكنه قد يكون والله أعلم أنه الأحزاب المتنفذة ممكن عجبة المكان عجبة الموقع لأنه مامعقولة 18 سنة هو عبارة عن مكب نفايات يعني المدينة الدائرة مدائرة كل هذب نفاياتها بهذا المكان اليوم يعني عمرناه بدمائنا عمرناه وكان هناك يعني وباء كورونا يعني رغم الاحتياطات الأمنية ونحن نعمر ولا نزال نعمر بأوقات يعني الدوام يغل الساعة الثلاثة ونحن نبقى مستمرين لحد الساعة بالعاشرة والدعش بالليل ومرات نبات ليش هذا اللي يستهان ليش هذا التهميش الفنان العراقي الفنان العراقي اليوم هو واجهة البلاد يعني اليوم تتحارب الجهة الظلام والتكفيرية والإرهابية بالفن بالثقافة لأنه الفن والمسرح هو بناء للإنسان هو بناء للمواطن اشلون اليوم انا اعتقد وكل الفنانين اليوم من اللي كانوا محتجين على رأسهم عزيز خيون عواطف نعيم شداء سالم عزيز مازا حمد مصطفى محمد أبو العباس آلا أحسين واللي شفتوهم اليوم اللي طلعوا قالوا احنا راح نكون دروع يعني هذا اللي أريد أسألك دكتور يعني يعني شنو خطواتكم لمنع تنفيذ هذا القرار يعني فقط راح تكونوا دروع عن التنفيذ لوعدكم شي أكبر من هذا وأقوى من هذا احنا يعني قدمنا اليوم هذا الوقفة الاحتجاجية نعم وقدمنا رسالة إلى رئيس الوزراء إلى رئيس المجلس النواب إلى رئيس الجمهورية إلى القضاء الأعلى اليوم الفنان العراقي هو واجهة البلاد تحاربون الفن بهذه الطريقة معناها لا تريدون لهذا البلد السلام المسرح تعايش سلمي المسرح بناء للإنسان المسرح حب المسرح جمال رسالة شون تحاربون واجهة ثقافية نعم ليش ليش تعتقدون الفنان المسرحي ضعيف لا متوهمين اليوم احنا دروع بشرية اليوم وقفنا وقفة سلمية ووجهنا مناشدة بكل سلمية وسوف نستمر لكنه ممكن نوصل إلى أن نحتج ونصب خيام بالمسرح ونجيب فراشاتنا ونبات مسرح الرشيد هذا مكان تأريخي مكان ما مرتبط ما مرتبط بالبناء والأثاث مرتبط بتأريخ مسرح عراقي كبير مرتبط بثقافة عراقية كبيرة اليوم اليوم يدون مسرح الرشيد باشر يأخذون منتدى المسرح وراه يأخذون مسرح الاحتفالات وراه يأخذون مسرح الوطني فبالتالي هذا استهداف مباشر للثقافة استهداف مباشر للفن وين أصحاب الغيرة العراقية وين أصحاب المواقف وين البرلمانيين اليوم انتخبهم الشعب اليوم هذا دكتور تتوقع بأن تنفذ الوزارة القرار وتهدم المسرح يعني في حال إذا أصرت الوزارة على إزالة المسرح أعتقد هي مو ما أعتقد هي شجاعة لهذه الدرجة لأنه الفنانين العراقيين كل واحد يملك يملك تأريخ كبير اليوم اليوم بالوقفة شاهدنا أمام الواقفين أسماء مهمة اليوم شفنا فاضل خليل الله يرحمه شفنا سامي عبد الحميد الله يرحمه شفنا إبراهيم جلال شفنا حق الشبلي شفنا يوسف العاني اليوم شفنا عبد الخالق المختار اليوم شفنا أسماء ورموز مهمة كانت وقفة معانا دكتور ناهيك ناهيك عن هذه الأسماء دكتور 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 ناهيك عن هذه الأسماء يعني الشارع المثقف العراقي كل ضد هذا المبدأ مبدأ تهديم لمسرح الرشيد يعني مو فقط الأسماء اللي ذكرت لهم كل الاحترام والتقدير لكن معظم الشارع العراقي المثقف ضد هذا القرار الجائر نعم 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 اليوم اليوم كانوا متوازيين من اتحاد الأدباء من اتحاد الحقوقيين من الاتحاد المحاميين اليوم كانوا موجودين من نقابة الفنانين موجودين المثقفين والفنانين تشكيليين والسينمائيين والمسرحيين والموسيقيين اليوم الثقافة العراقية كلها كانت واقفة لكنه يا صديقي العزيز مو كافي صار 18 سنة بلا كهرباء بلا بنية تحتية يعني وزارة الأسكان شنو اللي بنته خلال 18 سنة هل أنشأت فندق أنشأت مطار أنشأت شارع سوّت جسر شنو اللي أنشأتها وزارة الأعمار اليوم جاية تهدم صرح ثقافة مهم ليش هذا ليش ثقافة التهميش ليش احنا عايشين في بلد واحد احنا شركاء احنا شركاء المفروض يكون بناتنا ثقة متبادلة لازم اليوم الحكومة تدعم دوائر الدولة والمشكلة والله استاذ علي بدأنا نخشى حتى على جسر الطابقين استاذ علي إذا تسمعني يعني الريد سؤال أخير ما هي رسالتكم للجهات المسؤولة من خلال قناتكم وقناة الرشيد فضل نعم رسالتنا نقول أنه لا تنسون المثقف العراقي والفنان المسرحي وهذه المسارح بالذات وقفت معكم جنبا إلى جنب لمحاربة الفساد ومحاربة الإرهاب ومحاربة داعش كانت دائما عروضنا المسرحية تتغنى بالعراق وبحب العراق استذكارا للشهداء استذكارا للناس اللي ضحت من أجل هذا البلاد ليش اليوم تحبون تواجهون هذا الفن اللي يوم من الأيام ساندكم ودعامكم ولا يزال يساند ويدعم العراق هذا الفن هذا المسرح مو ملك وزارة الأسكان هذا المسرح مو ملك الحكومة هذا المسرح ملك الشعب المسارح والمرافق الحيوية الثقافية اليوم هي ملت الشعب شارع المتنبي والقسلة هي ملك الشعب المتاحف الوطنية هي ملك الشعب المسارح والملاعب هي ملك الشعب مو ملك الحكومة وعلينا احنا اليوم كشعب نحافظ على هذه الأموال بأمانة اليوم احنا كدائرة السينما والمسرح راح نبقى نحافظ على هذا المسرح ونقدم فن نبيل فن يبني الإنسان يبني المجتمع يبني العراق يدعم الحكومة يدعم الدولة لكنه اليوم لازم الدولة توقف معنا وقفة حقيقية احنا اطلقنا شعار وهاشتاغ مسرح الرشيد بيتنا وما نعوفه واذا عفنا معناه احنا بمقبرة النجف الله يحفظكم ويحفظ جميع اخواننا الفنانين الدكتور علي السوداني مدير مسارح العراق كنت معنا وعلى الهوائي مباشرة شكرا جزيلا لانضمامك الينا